المستوى الإحداثي The Coordinate Plane ما رأيك أن تشاركني لعبة البحث عن الكنز يا خالد؟ طبعاً وبكل سرور سأبدأ أولاً بقراءة التعليمات لتحصل على الكنز يجب أن تجد كلاً من المصباح ويقع عند النقطة 3-3 على 2 وأدوات الحفر وتقع عند النقطة 4-3-6 أجزاء بالعشرة ومفتاح الكنز ويقع عند النقطة سالب 2-2-9 أجزاء بالعشرة ولكن كيف سنحدد هذه النقاط على الخارطة يا سالم؟ هذا سهل سأظهر شبكة المستوى الإحداثي على الخارطة وذلك لتسهيل وصف المواقع ويتكون المستوى الإحداثي من تقاطع خطي أعداد متعامدين يمثل الخط الأفقي محور السينات ويرمز له بالرمز سين ويمثل الخط العمودي محور الصادات ويرمز له بالرمز صاد والخطان المتعامدان يقسمان المستوى الإحداثية إلى أربع مناطق ويسمى كل منها ربعاً الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع ويمكن التعبير عن موقع أي نقطة على المستوى الإحداثي بكل سهولة عن طريق زوج مرتب من الأعداد حيث يمثل العدد الأول فيه الإحداثية السيني المقطع السيني ويمثل العدد الثاني الإحداثية الصادي المقطع الصادي هيا يا خالد لنبدأ بتحديد الزوج المرتب الذي يقابل موقع نقطة الانطلاق للبحث عن الكنز حسناً موقع الانطلاق يقع عند تقاطع المحورين السيني والصادي أي أن الإحداثية السيني هو صفر والإحداثية الصادي صفر أيضاً إذن موقع الانطلاق يمثل بالزوج المرتب صفر صفر هذا صحيح ويسمى هذا الزوج المرتب بنقطة الأصل والآن لنبدأ بالبحث عن الأدوات يقع المصباح عند النقطة ثلاث ثلاث على اثنين نبسط الكسر ثلاث على اثنين أولاً لتصبح واحداً ونصف فالمصباح يقع عند النقطة ثلاثة واحد ونصف لنجد المصباح يجب أن نمثل الزوج المرتب على المستوى الإحداثي العدد موجب ثلاثة يشير إلى الإحداثي السيني إذن نبدأ من نقطة الأصل ونتحرك ثلاث وحدات باتجاه اليمين على محور السينات الموجب والعدد موجب واحد ونصف يشير للإحداثي الصادي إذن نتحرك لأعلى على محور الصادات وحدة ونصف الوحدة هذا رائع لقد ظهر المصباح ويقع في الربع الأول لعبة ممتعة لنجد الآن أدوات الحفر وهي تقع عند النقطة أربعة سالب ثلاثة وستة أجزاء من عشرة العدد موجب أربعة يشير إلى الإحداثي السيني إذن يجب أن نبدأ من نقطة الأصل ونتحرك باتجاه اليمين على محور السينات الموجب أربعة وحدات والعدد سالب ثلاثة وستة أجزاء من عشرة يشير للإحداثي الصادي إذن نتحرك لأعلى على محور الصادات ثلاثة وحدات وستة أجزاء من عشرة من الوحدة هذا غريب لم تظهر أدوات الحفر طبعا يا خالد فأنت لم تنتبه لإشارة الإحداثي الصادي فالإشارة السالبة للإحداثي الصادي تعني أنه يجب التحرك للأسفل على محور الصادات السالب وصولا إلى العدد ثلاثة وستة أجزاء من عشرة وهي قيمة قريبة من ثلاثة ونصف ها قد ظهرت أدوات الحفر وتقع النقطة في الربع الرابع آه لقد فهمت هذا يعني أنه عند تعيين زوج مرتب فإن الاتجاه المجبى يعني التحرك إلى اليمين من نقطة الأصل على محور السينات أو التحرك منها لأعلى على محور الصادات والاتجاه السالب يعني التحرك إلى اليسار من نقطة الأصل على محور السينات أو التحرك منها لأسفل على محور الصادات هذا صحيح لقد وجدنا المصباح وأدوات الحفر ولم يتبقى سوى مفتاح الكنز ولنجده يجب أن نحدد موقع الزوج المرتب سالب 2 2 وتسعة أجزاء من عشرة وبما أن إشارة الإحداثي السيني سالبة إذن نتحرك يسارا على محور السينات السالب وحدتين ثم نتحرك لأعلى على محور الصادات الموجة بوحدتين وتسعة أجزاء من العشرة من الوحدة أي قريبا من الثلاثة النقطة تقع في الربع الثالث مرحى لقد ظهر الكنز كما ظهرت أيضا السفينة التي سننقل بها الكنز وتقع السفينة والكنز في الربع الثالث انتقلنا للمرحلة الثانية من اللعبة للحصول على الكنز ما هو الزوج المرتب الذي يمثل موقع كل من الكنز والسفينة لتسمية الزوج المرتب للكنز نبدأ من نقطة الأصل ثم نتحرك يسارا على محور السينات السالب لتحديد الإحتافي السني لموقع الكنز وهو العدد سالب 5 ثم نتحرك للأسفل لإيجاد الإحداثي الصادي وهو سالب 2 أي أن الكنز يقابل الزوج المرتب سالب 5 سالب 2 هذا صحيح ولإيجاد الزوج المرتب للسفينة نتحرك يسارا على محور السينات لتحديد الإحداثي السيني لموقع السفينة وهو العدد سالب 7 ثم نتحرك لأسفل لإيجاد الإحداثي الصادي وهو سالب 5 أي أن الزوج المرتب للسفينة سالب 7 سالب 5 جيد ولكن ما زال أمامنا تحدي أخير وهو حساب المسافة جيم التي ستقطعها السفينة للوصول إلى الكنز وكيف سنقوم بتحديد المسافة يا سالم؟ لنفكر سويا آه لقد تذكرت من الممكن إيجاد المسافة جيم باستخدام نظرية في ثغورس إذا رسمنا مثلثا قائم الزاوية ساقه هما ثلاث وحدات والآخر وحدتان وتكون المسافة بين الكنز والسفينة هي الوتر فكرة رائعة وباستخدام نظرية في ثغورس نجد أن جيم تربيع تساوي مربع الثلاثة زائد مربع الاثنين مربع جيم يساوي تسعة زائد أربعة إذن مربع المسافة جيم يساوي ثلاثة عشر المسافة جيم تساوي موجبة سالبة ثلاثة وحدات وستة أجزاء من عشرة من الوحدة وبما أن القيمة تعبر عن مسافة فإن القيمة موجبة أي أن المسافة بين الكنز والسفينة تساوي ثلاثة وحدات وستة أجزاء من عشرة من الوحدة هذا رائع لقد حصلنا على الكنز لقد كانت لعبة تعليمية مفيدة وممتعة دعنا نلعب لعبة أخرى حسناً ولكن لنلخص أولاً ما تعلمناه اليوم يتكون المستوى الإحدافي من تقاطع خطي أعداد متعامدين يقسمان المستوى إلى أربع مناطق وتسمى كل منطقة منها ربعاً يمثل الخط الأفقي محور السينات أو محور السين يمثل الخط العمودي محور الصادات أو محور صاد الزوج المرتب صفر صفر الناتج من تقاطع محوري السينات والصادات يمثل نقطة الأصل الزوج المرتب زوج من الأعداد يعبر عن نقطة على المستوى الإحداثي عند تعيين زوج مرتب فإن الاتجاه الموجبة يعني التحرك إلى اليمين من نقطة الأصل على محور السينات أو التحرك منها لأعلى على محور الصادات والاتجاه السالب يعني التحرك إلى اليسار من نقطة الأصل على محور السينات أو التحرك منها لأسفل على محور الصادات ترجمة نانسي قنقر